ايه كمان؟ حاجة بسيطة عاوز اتكلم فيه على وسامة ابو علي ان هو لعيب دايما بيفكر قبل ما يتحرك بعانا كذا لقطة ليه بس سريعا كده ما نيجي نستعرضهم ليه علاقة بالهدف الراجل ده على طول قراره الاولي لو هو مش مشارك في اللعبة الفوله على المرمى لما تيجي تشوف اللقطات بتاعت وسامة ابو علي في النهاردة في الكرة اللي هو ضيحها في اول المباراة خالص عاوز اقريك الساكت بول وهي بتقع هو وسامة ابو علي بيعملي هنا زي ما انت شاف امام عشور عمل انا بص بص هنا بقى وسامة ابو علي نرجع بقى للكرة قبلها وامام عشور بيعمل الاوفر البعيد بص امام الطبيعي انه وسامة ابو علي كافرود هيقولك بقى الراجل هيستلم فخش جوه عمق الملعب هو رايح بيقرب بيقرب هنا للمحمداني عشان عارف ان الكرة تنزل قريبة في الحتة دي ده حركات لازم اللعيب يقبزاكي في الحتة دي هو بيقرب لنحية اللعب الكرة ودائما بيعمل فلول ففوق الكرة اللي بعدها على طول نفس الكلام اول ما تشوف وسامة ابو علي نفس الكرة برضو امام عشور هياخده الكرة كرة دي اللي كانت تردد وسامة ابو علي لبرضو نفس الكرة اول ما امام عشور هيلعب الكرة اللي هي حسين الشاحات على طول اول ما تبص لعب على طول هتلاقي الراجل على طول داخل بيزق ودي اكتر حاجة بيتعلموها اللعيبة وهي صغيرة انك دايما الكوتش يقولك اول ما الكرة تشط تجري عالجون عشان خطر الفلو نفس الكلام هنا ده طبعا الهدف بدوران اللي جيه وبالمناسبة بقى الهدف ده بص كريم طبعا الفنت بالدوران تكلمنا عنه وجيما تكلم عليه نفس الجون ده بالزبط هو هدف اللي جابه في نادي زد نفس الكرة بالزبط قم ما تشوف الكرة اول بقى تتعد الهدف اللي بيجي بتعريضه سليم تعال بقى شوف الكرة اللي بقى ده على طول نفس الكلام مين طرع برا منطقة الجزاء وسام أبو علي حاول استلم الكرة راحت لمودست وقام داخل على طول القرار الاولي هو الشوت نفس الكرة في نفس المكان خارج منطقة الجزاء الراجل حتى لو طلع برا منطقة الجزاء دايما بيبقى عنده خطورة ودايما اول ما الكرة بتنزل على الارض عنده ردة فعل فوسام أبو علي بصراحة فرود جميل جدا